سلام عليكم اهلا بكم معايا في فيديو جديد نساء الخير ونساء النشاط وليلة سعيدة عليكم يا رب النهاردة بقى روتين مسائي روتين كده كله نشاط كده وروتين تحفيزي هنشط بالمطبخ مع بعض كده ونعمل كمان عشوة سهلة وسريعة جدا بتزبدون عجين هتتحضر كده في خمس دقايق على طول على طول وكمان هنلمح حد المطبخ مع بعض بخلطة كده حلوة او يعني مش خلطة يا مكونين كده موجودين عندنا كلنا هنلمح بها الحدلس تلس ونبدأ كده الفيديو بتاعنا بسم الله هنبدأ اول حاجة طبعا في تشتيب المطبخ هي بتكون الموعين موعين بقى اللي بعد الغداء وممكن نستخد الموعين تاني اه كل الموعين بقى اللي بتبقى موجودة بنيجي بالليل كده ونشطبها لما ربنا بقويني كده بصراحة وشطب المطبخ بالليل بتبقى حاجة جميلة جدا وبحس ان انا سعيدة كده ان خلصته لاني بيوفر علينا تاني يوم طبعا بنقوم نلقى المطبخ بتاعنا نضيفه البتجاز وكل حاجة ونفسينا مفتوحه كده لليوم الجديد بدان ما نقف الصبح نعمل شغل اليوم اللي عدة اه اليوم اللي عدة بقى البتجاز الموعين بتاعت اليوم اللي عدة فلما بنخلصها بيكون حاجة جميلة او بصراحة بفرح او لما ربنا يقويني يعني وشطب المطبخ كده بالليل فقلت اشاركوا كده معايا تشطبوا مع بعض عشان تتشجعوا برضو وتشطبوا مطبخكو وتتنشطوا معايا. اه طبعا بقى للم كل الموعين بقى اللي بعد الغداء وكل حاجة استخدمتها في الغداء. هو كمان الحلل اه لو فيها بواقع اكل بفضيك كده في علاب بلاستيك وشوله في التلاجة وغسلت كمان الحلل برضو كل الموعين اللي كانت عندي حلل بقى واطباق وكل حاجة وسبتهم تصفوا شوية بعد كده جففتهم وشلتهم في اماكنهم دلوقتي اخسل بتجاز. جبت الحوامل هرش عليها سيترس. واسبها كده منقوعة مع السيترس حوالي عشر دقايق وارجع لهم تاني اخسلهم. اخسلهم دلوقتي بالا بسبنشة الموعين العادية كده بتبقى عبارة عن سفنج ومن برا خشنة شوية يعني الى حد ما هي دي اللي اخسل بها لان بصراحة كنت بخسل آآ كنت قلت لكم قبل كده بخسلوا بالسلكة لستلس الخشنة قوي دي. فبدأت احس ان الحوامل دي اتأشرت ولونها غير شوية كده فازعلت قوي وقلت توبة بقى ما اقسل حوامل بتجاز بالسلكة الخشنة دي تاني. فبرش عليهم شوية من السيترس واسبهم منوعين حوالي عشر دقايق وارجع لهم لو في اي بقعة بقى اي دهون لان بصراحة الحملات الزهر دي بيبان عليها اي بقعة اي حاجة كده بتنزل عليها بتحس انها بقعة وشكلها واضح جدا عليها. فالسيترس بيساعدنا في موضوع زي ده عشان ما نضطرش نستخدم بقى السلكة الخشنة دي وتتجرح معنا. آآ وبالنسبة بقى للعيون برضو العيون بخسلها بفرشة التنظيف دي كده والمية والصابون عادي جدا. والجزء اللي هو ده للميدور ده هو اللي بخسله بالسلكة عشان هو ده اللي ممكن يكون نوقع عليه بقعة ولا حاجة هو ده اللي بتوسخ. انما الاجزاء التانية ما بتتوسخش يعني بسهولة بصراحة. آآ بتنضف معها بتبقى زي الفل. بشطفها برضو والقطعة بقى اللي بتكون عليها دي برضو بتبقى ساعات لو عليها بقعة كده زهرة ترش برضو عليها رشة من السيترس وتسيبيها شوية. وبعد كده تخسليها بمنتاز سهولة بتطلع معاك البقعة. عشان برضو ما تعودش تفرق فيها بالسلكة الخشنة دي. وتتجرح معاكي. آآ وتتقشر برضو. بخسلهم بقى كلهم بنفس الطريقة كده وخصوصا العيون دي لونها اسود فمش البقعة مش باينة فيها قوي. الا لما بندقق يعني بلاحز ان هو الحرف المدور ده بس اللي محتاجة سيل كده بالسلكة زي ما شفتم. بعد كده باجي لسطح البتاجاز ده بخسله بسلكة نعمة. بخسلوش برضو بالستاليس الخشنة ابدا عشان ما يتجرحش. ولو الجرح هتزهر جدا التجريحات والتأشيرات يعني اللي فيه لو حصل تأشير ولا حاجة. لقدر الله عشان لونه اسود وهيزهر فيه اي حاجة. فبرضو ما بخسلوش بالخشنة ابدا. بخسلوك كده بسلكة نعمة. وممكن مش يوميا كمان بالسلكة. ممكن يوم بالسلكة اليوم اللي بعده بسبنشة المواعين العادية. ما فاش طبعا اي سلك ولا حاجة. آآ واهم حاجة ما نخليش يعني البتاجاز يتوسخ جدا ونلاقي بقعة محروقة ونشفة ونتطر بقى ندور على خلطات وندور على منظفات قوية تشلينا البقعة واحنا كمان نعد ندعك بسلكة ونتعب والحاجة معنا تتأشر وتهلك وتبوز. فلازم اول باول كده يوميا طبعا اللي بتجاز يتغسل. والعيون دي مش لازم يوميا يعني ممكن كل يومين كل ما تلاقيها انها توسخ تشيلها تغسلها. مش يوميا. انما اهم حاجة السطح اللي يوميا ده بيجي علي بقعة ابخير مترح الاكل حاجة وقعت وحنا بنطبخ اي حاجة لازم اول باول نزيلها كده عشان ما نتبخش ونفتحه ونتبخ عليه حاجة جديدة والبقعة اللي موجودة تتحرق وتلزق ويحصل بقى كده زي ما بقول لكم. كده هيبقى اسهل علينا بكتير ونحافظ كمان على حاجتنا انها تتهلك وتقشر وتبوز معنا. وجففت بقى برضو كل القطع والحوامل وكل حاجة وركبتها في مكانها وكمان بامشي عالجوانب كده والزراير والمراية وكل حاجة كده وانا برضو بلمعه كده يوميا يعني. عايزة اقول لكم او بيجي لي اسئلة كتير جدا على البتجاز بيسألوني يعني البتجاز عامل ايه معاك دلوقتي يا مرفت في اي عيوب ظهرت العيون من فوق عامل ايه الفورن الشوية. اه بتسألوني عليه كتير جدا. عايزة اقول لكم ان هو كويس الحمد لله. وبتسلم عليك وكلكم. اه عايزة اقول لكم انه كويس يعني الحمد لله لغاية دلوقتي وماشي معايا يعني تمام الحمد الله. اه العيون حلوة والشواية والفرن وكل حاجة يعني. اه زي ما الفني يعني عايزة اقول لكم انا عندي الغاز طبيعي. فطبعا غيرت الفنيات اه لما البتجاز كان جديد زي ما حكيت لكم قبل كده. اه لو الفني بقى مسلا جالك وبيغير لك الفنيات انت طبعا بتشوف الفنيات بيجربها لك وشغالها لك وكده. لو لقيت حاجة ضعيفة وهو واقف كده تقولي له يوسع لك شوية الفنيا. بحس انها لو الشعلة ضعيفة تعلم عاك شوية. انا خليته علالي الشعلة اللي في الوسط. خلا حس انها هجة كده شوية. خليته هو واقف برضو بيوسع الفنيا شوية. بحس ان الشعلة تزيد معك عملها لدي. فهو الحمد لله يعني اه كويس حبيت اطمنك عليه عشان برضو في ناس بتبقى عايزة تعرف زهرة عيوب مع الاستخدام الفترة دي او اي حاجة عشان اللي حابين يشتيروا النوع ده. فيبقوا عارفين برضو. اه طبعا زي ما شفنا كده لماعت برضو الرخمات واي قسطح كده عندنا في المطبخ. وخصوصا الرخامة اللي بنكون عليها شغالين عليها طول اليوم. دي اصلا طول اليوم وحنا قفين طبعا في ادينا فوتها. اي حاجة بتقع عليها باللمع. واخر اليوم كده نديها تصبينا كده سريعة بالماء والصابون واللمعها برضو. وهما حاجة الرخمات ما يبقاش عليها حاجات كتير مش فيها بقى اجهزة وطأم التوابل ومش عارفة ايه وكله رسلينه على الرخامة اللي شغالين عليها. طبعا ان هنيجي ننضفها هتبقى صعبة علينا ان كل شوية نشيل الحاجات دي ونلمعها ونرجعها تاني فكسر ان انت تنضفيها. فلازم الرخامة او سطح العمل ده اللي بنشتغل عليه كمان طول اليوم يبقى فاضي قدامنا كده عشان نقف براحتنا وبعد كده لما نيجي لنضفه يبقى سهل معاني. بعد كده عندي فطين اللي انا بصفي عليهم الموعين دول ناعتهم كده باي منظف سهل عندي كولوريكس الوان آآ ان شاء الله حتى سابوني الموعين ده في شوية مية وبسيبهم شوية منقعين وبجخسلهم تاني وهشطفهم بقى وانشرهم عشان آآ يعني ببقى مستخدمهم طبعا في تصفية الموعين على مدار اليوم كله وببدل كده كل مخص الاتنين يعني استعمل اتنين تانين واخسل اتنين وهكزا وبعد كده اخر حاجة بقى بنضفها الحوت طبعا بعد ما غسلنا في كل حاجة الموعين وفي وقت المطبخ والبتجاز وكل حاجة فبنغسله هو اخر حاجة اقولوك دلوقتي على خلطة حلوة كده تنضفه وتلمعه يعني هي مش خلطة مكونات بسيطة جدا الكوربوناتو او بيكنج سودا اللي عندنا كلنا آآ بحط حوالي معلقتين كبار مثلا وحوالي يعني معلقة كبيرة كده من اي منظف سائل عندك ممكن كلوريكسة الوين ممكن صابون الموعين اللي بتخسلي بالموعين يكون مركز كده مش يعني مش مخفف بماية ولا حاجة وتخلطي كده الكوربوناتو مع الصابون السائل بس لوحديه وتقليبهم كويس كده بيكونوا زي المعجون زي ما احنا ملاحظين بعد كده بنوزعه على الحد بتاعنا بنوزع المعجون ده على الحد بتاعنا بزبونشة الموعين كده او باي حاجة آآ يعني لو الحد بتاعك زي عندي كده يعني جنبه الصفاية بتاعته استلس برضو زيه هننضفها ونلمعها بنفس الخلطة منجيش على الحلة بتاعت الحد لوحدها ونسيب الصفاية اللي جنبه آآ طالما هي استلس زيه يعني زي يعني نزام بتاعي ده كله هيتعمل مع بعضه منجيش نعمل ايه الحلة بس ونسيب الباقي فها بوزع بقى كل الخلطة دي في الجزء برضو اللي هي والصفاية اللي بقول لكم عليها وحلة الحد نفسها بنوزع كواس جدا المعجون ده آآ اللي حضرناه وبعد كده بيكون معانا بخاخة كده صغيرة فيها خل خلة ابيض من العادي جدا هبخ بقى وارش على كل الخلطة اللي عملناها دي كواس جدا في كل مكان كده ترش الخل ده ده خل ابيض عادي جدا من اللي بيستخدمه يعني في الاكل. آآ ترش كده على كل المكان اللي انت حطيتي عليه المعجون الاولاني آآ بتلاحز كده ان الكوربوناتو بتتفاعل مع الخل وطبعا هنا بقى لو اي حاجة في الحد عندك صدى بقعة ما بتطلعش اي حاجة الخل مع الكوربوناتو كده بيتفاعله ويفورو لك اي بقعة موجودة. برش كده في كل مكان وهنا في حلة الحد برضو كل مكان كده برش عليه وبسيب بقى الخلطة دي تاخد كده مع وتدي مع بعض حوالي عشر دقايق وارجع بعد عشر دقايق بقى ننضف الحد. اي خلطة بنعملها او اي حاجة لازم نسيبها كده تتفاعل وتقوم بمفعولها كده مع الحاجة اللي اللي بنكون حطينها لها يعني وبعد كده ننضف عشان ناخد منها احسن مفعول. بعد كده بنضف كواس جدا جدا مش محتاجين اي حاجة تاني نضفها. هي طبعا فيها الصابون وفيها كل حاجة. حاطينه في الاول. وبنخسل كواس جدا جدا الحد والصفاية بتاعته كل حاجة. وبعد كده بنجففه عشان نشوف اللمعة. آآ لمع وجميل جدا جدا. وانا الحد اللي عندي يعني ده قديم. آآ مش باين فيه اللمعة او لاني فيه خدوش وحاجات بقى ومستعمل يعني قديم. لو عندك بقى الحد جديد ما شاء الله هتشوفي بقى اللمعة ويبقى شكله احلى من كده بكتير. وكمان بنكون ضمنة نتعقم ونضف معنا في نهاية اليوم آآ مهما نكون نستعملناه يعني على مدار اليوم. دلوقتي بقى كمان اللي بعمله بالليل لو عندي غسيل يقض يعني دورة بفرز الغسيل كده. لو عندي غسيل يقض دورة بحطه من بالليل. آآ وبحضره كده. وبحط المسحوق والمعطر وبازبط البرنامج وتثبط كل حاجة كأنك هتشغالي لغسالة عادي بس مش هشغالها. آآ بنحط كل حاجة وعايزت تثبط درجة الحرارة عايزت تثبط درجة العصر عايزت يعني تثبط البرنامج كله من اوله والاخر في كل حاجة. ده طبعا برنامج غوامق فمش هبقى زبط له درجة حرارة ومخليها العصر على التمنمية. لو زودنا عن تمنمية زي ما قلتلكم قبل كده بيطلع الغسيل مكسر بتعسر او او بيطلع مكسر معانا. انا بقى اللي اعمله كمان هزبط الساعة او الطايمر بتاع الغسالة على ان يعني يبدأ تبدأ تشغيل الدورة على طول بعد تسع ساعات. زبطها على بعد تسع ساعات. الحركة دي بعملها قبل منام على طول يعني عشان ان شاء الله وبال منام وصحة. آآ تبدأ الغسالة على طول في الشغل وانا صحية. وانا محضرها لها كل حاجة وزبطة كل حاجة. ما عندي كيش النزام اللي انت تزبطيها بعد كزا ساعة تشتغل. آآ عاملي كل حاجة وحضري دورة الغسيل والمسحوق وزبطي البرنامج وزبطي كل حاجة. واول ما تسح من النوم الصبح كده اول ما تفتحي عينك قم تدوسي على زرارة التشغيل. تبدأ معاك الدورة في التشغيل على طول وتكوني وفرت على نفسك بقى فرز الغسيل وتحضيره. عشان تبدأ على طول اول ما تسح. لاني طبعا ما بشغلش الغسالة. وانا نايمة ابدا او انا برا البيت. آآ خلصنا بقى موضوع الغسيل ده دلوقتي اعمل آآ عشوة كده سهلة وسريعة جدا جدا معاكو وهي بيتزة بدون عجين. هنعملها بايه من غير عجين ولا حاجة طبعا بالفطير بتاع الفرن اللي احنا شايفينه قدامنا ده. فطير بتاع الفرن تكون عندك فطير كده حتى بايت بقى له يوم يومين ومحدش كاله تقدر تستخدميه يعني في الوصفة دي. وحطيت كده كاتشاب كأنه يعني عجينة بيتزة قدامنا عادي جدا. حطينا الكاتشاب قدال سلطة البيتزة كمان حاجة اسهل وجاهزة على طول. وتحطي بقى اي توبنج انت عايزاها او اي حشوة للبيتزة انت عايزاها. حطيت فلفل وشراح زتون وسوسيس. عندك لانشون حطي عندك عندك اي حاجة فايدة بقى شوية لحمة مفرومة شوية فراخ حشوة فراخ يعني اتعاملي معها كأنها بتزع دية يعني بجد وجداني. بعد كده طبعا بنحط الجبنة لما تزر الله ورشة من الزعتر. وبدخلهم على فرن اللي سخنته كده كويس قوي. آآ على درجة حرارة متين. وبدخلهم حوالي خمس دقايق بس مش اكتر من كده. عشان هي مفيش حاجة تستوي العجينة مش هتستوي ولا حاجة. هو يدوبك الحاجة بتسخن مع بعض وجبنة بتسيح. وخلاص على كده خمس دقايق سبع دقايق وبتطلعها على طول. علشان كمان الفطير من تحت ما ينشفش معاك. ويبقى قوامه كده ناشف ما يبقى شطري وحلو. بس وبتطلع معنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبنقطعها كده مثلسات. آآ زي البتزا العادية جدا بيكون جميلة قوي قوي وبروس وسهلة. ما بتاخدش دقايق في التحضير لو عندي كده الفطير ده. تقدر يتحوليه كده لبيتزا بقدرة اهدر. ويبقى جاهز معاك في دقايق. هيعجب ولادك جدا جدا. وبيكون حلوة قوي. وبتحس انها زي البتزا الشرقي اللي بنجيبها من محلات الفطاطر وكده. زي البتزا الشرقي بما ان ده فطير ومورق وكده. فبتبقى عاملة زي البتزا الشرقي. جميلة جدا جربوها تعجبكم ان شاء الله. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى. واتمنى يكون عجبكم. واخدتم مني كده طاقة ايجابية واتنشطتوا واستفدتوا باي فكرة فيه. وينتنسوش لايك وشير للفيديو. مع السلامة. اشتركوا في القناة.